وصلت بعثة الاهل المصر اليوم الى تونس ومنذ قليل يتقدمها الضائرة ليسر الدول علي معلول وذلك استعدادا لمواجهة الاحمر والاصفر الترجي في ذهاب ربع نهاي دور الابطال الافريقية شامبيونز ليغا يوم الجمعة القادم ان شاء الله حيث اختارت بعثة الاهل ان تصل الى تونس وقبل المقابلة بثلاث ايام كاملة ضمانا للتركيز التام للعبين وانهى الجناح الاردني من جانب اخر وفي اطار الغيابات الموجودة وفي اطار الصعوبات التي يواجه الفريق على جميع الاصعيدة اداريا فنيا وحتى على مستوى النتائج عودة مرتقبة لمحمد فصيل ابو زريق شرارة مرحلة التاهيل انتهت ومنذ ايام وانضم الى المجموعة للتدريبات قبل بذلك ان يكون للمدرب نبي المعلول الفضل او عدم المجازف به وهو العائد من غياب طويل شرارة سيكون في قائمة المقابلة للاهل رسميا لكن من الصعب ان يبدأ وعلى الاغلب سيتم منح بعض الدقائق في اخر المقابلة اذا احتاج اليه الفريق حسب مجرية اللعب والنتيجة لكن لا يمكن توقع الكثير منه لانه لم يستعد الامكانيات الكاملة وهذا هو مفوء نبقى مع جواء الاهل والترجي ومقابلة تشامبيونز ليغ قال مدرب النادي سفاقسي حسام البدري في تصريحات لقناة الان تايم سبورت انه سيزور بعثة الاهل اليوم الاربعاء في مقر الاقامة وانه على تواصل دائم مع الكرة تلب الاهل بذلك مع سيد عبد الحفيظ وتصل بعثة الاهل اليوم الى تونس استعدادا لمواجهة الترجي ويعتبر البدري احد ابناء الاهل سابقا وتوج معه بدور الابطال الافريقية كلعم وكمدرب ضد الترجي في 2012 هذا ومن ناحية اخرى كشفت تقارير صحفية تونسية عن الحارس المقررا يتواجد في التشكيل الاساسي لفريق الترجي في المواجهة المقبلة وامام الاهل في دور الابطال الافريقية ويستضيف الترجي نظير الاهل الجمعة المقبل ان شاء الله على الساعة الثامنة ليلا في ملعب رادس وذمن ذهاب نصف النهائي ان اقال ان نبيل معلول مدرب الترجي استقر على الحارس قدبشي ليتواجد بدلا من معز بن شريفية الذي تعرض للاصابة وسيغيب عن المقابلة المقبلة وتعرض بن شريفية للاصابة قبل دقائق من انتلاق مواجهة الدربي امام الافريقي والتي انتهت بخسارة كتيبة نبيل معلول بهدف دون رد نبيل معلول لا خيار له سوى الانتصار وإلا المغادرة بلا شك